أعلن وزير الصحة شيخ الدكتور باسل الصباح اليوم شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19 ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى ثمانية عشر حالة وقال الوزير الصباح أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعائية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية وعشار الوزير الصباح إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين